شو صار بشي ما بيكتبعتكو تلاحظوا شي ما بيكتبعتكو كيف البيت بشكل عام يعني وفي خبر كتير 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 أنا مبسوطة علي صباح الخير اليوم الفيديو راح يكون هذا أول طلعه بعد ما خلص الحرب فهنطلع اليوم ساعة تسعة ومص طلعي بنا نفطر فطور بره هاليوم فهلا بنلوح نفطر اشي فطور بس لسه مش عارفين اشي يا ممكن فلافل هنفطر ايش المهمة مع البحر أول بدنا نلوف شوية شارع غزة فبا بس هنلف و هنفطر و كنا نبلش بالفيديو تايرك ما غالر سوية؟ يا الله كيف الدمراء باما وغاجقو بباتا اوه كتير كتير هيك مش بس تطلع كبت البرج والله هادي اكتر اش متدمر في غزة هات البرج برج الشروق وهذا برج الجوهرة برضو مش متدمر كلها بس برضو من تحت كله هيك صار مش كله هيك متدمر الهاتر هلا اش بنا نروحنا اكل يا رياض نروحنا اكل تاميس تاميس كتير بحب انا تاميس هذا عندي تتبكر اكل كل يوم الصباح بازها اش من نو كتير زاكي اوما الماله قرر الم اقول ام من رياض اش غدك انت نعم بارتدالة مارتدالة؟ ضعطونا قانق ما قولي نعم ماذا بارتدالة؟ نعم بارتدالة نعم بارتدالة كل شيء عادي بس علينا قانق هي قانق خلاص؟ و هلأ طوي رحت اجيب شهادتي من مركز الانجليشي انا كنت فيه هو المكان كان مسكر قبل عشان كورونا وهيك بعد الوقت ما فتحت البلد فقلت خلينا لوح اجيب هلأ عشونه ما فاطين و اجبت الشهادة ضعيب و رياض قاعد يستنى هناك بالمحل التاميس جبت؟ رياض جاب التاميس انا و ماما نقالق و رياض مرتدلة فبس هملكا حنروح الى البخار هلأ ناكله هلأ احنا وصلنا على المكان اي مكان اكفيها الكرسي هكس عند البحر قاعدنا البحر اليوم فاض طبعا عشان ساعة تساعة ونوص يعني مش هككون فيه ناس كتير عشرة ونوبع صار و هلأ رجعت عالبيت اول شي فيه ناس كانوا بيسألوني و صار بشبابيك تبعتكو كيف صلحتوا شبابيك تبعتكو كيف البيت بشكل عام يعني فحكيلكم عن هذا الموضوع شباية اول شي شبابيك بيتنا كله انكسر و كل واقع كما تعرفين وجدتكم بالفيديو الفات فشبابيك البلكونة البلكونة اللي قدامها بحر بالظبط كله انكسر فالهوا عن جزئي طيار هوا كتير برد بيتنا هلأ فحتى شبابيك غرفتي شبابيك غرفة موما بابا كله كله خاص نكسر هيك اول يومين ثلاثة مشناها انه خاص فيها وقلبت الجو وصار كتير برد كتير فحكينا لأ لازم نجيب اشي نغطر الشبابيك المفروض ييجي عنا الناس اللي بيكتبوا الاضرار اللي في الحرب في الناس بيكتبوا الاسماء يذبط لهم الناس اللي انكسر ازازهم او اشياء زي هيك برجنا لسه ما ايجوا الناس اللي بيكتبوا الاضرار هادا فحكينا قبل ما ييجوا الجو صار كتير برد ولاس منكون فيه شبابيك بالبيت يعني كله هيك جاي هوا ببعضه وكله انكسر ويعني بنفع الشيك فبابا جاب نيلون شفاف للشباك انه نمشي فيها قبل ما يعملوا الشبابيك هلا حاور جيكوا ايا كيف صار شبابيك والبلكونة تبعتنا هاي بلكونة بيتنا كان مفيش ازاز هان بس جبنا نيلون شفاف هان عشان الهوا كتير كتير قوي البحر قدام بيتنا بالضبط فبيجي الهوا هيك على طول فكان كتير بلد الجو يسكر الهوا شوي فمهم نفتح الباب من هان هيك صرنا حتى من فوق شوية مكسور مش راضي يسكر هذا المكان فهيك حاطين فهيك احنا قاعدين بالشبابيك فهيك منمشي فيه وفيه خبر كتير 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 انا مبسوطة عليه طبعا اللي عايشين في غزة او في فلسطين مش عارفا حيكونوا عارفين هذا الخبر انه ما في مدرسة خشوحكم اش هاد الموضوع هلا اعلنوا في غزة انه مش هيكون فيه مدارس خلص يعني خلصت الفصل التاني انا كتير 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 مبسوطة اول ما طلع هذا الخبر عن جد مبسوطة انا عشان اول اشي بس انا شوية برضو زعلانة حكلكوا ليش بالاخر اول اشي احنا بهذا السنة انا اول سنة ادخل عاشر فصل الاول برضو كنا مش كتير نروح المدرسة شوية الكتروني وويك بعدين فصل التاني نروحنا شهر بس على المدرسة وكل كان اجازة انه عشان كورونا اول سبب كان كورونا بعدين برمضان برضو مروحناش على المدرسة وعساس لما يخلص الرمضان هنرجع على المدرسة نقدم امتحان نهائي ويخلص السنة بس اجت الموضوع الحرب هذا قصفوا مدارس وفي ناس نايمين في المدارس فالوضع شوية صعب نروح المدرسة فقرروا خلص يعني انه نسكر المدرسة انه خلص هيك حيكون الفصل خلصت وانا بصراحة جاد ما درست اشي بهذا السنة عن جد حاسة حالي مش دارسة ولا اشي بهذا السنة مش ماخدة ولا اشي ولا اشي انا بعرف بهذا السنة ففصل الاول هيك هيك ماشيناها وماشي جبنا على ممنيحة بس فصل الثاني جاد ماذا السنة ولا اشي ولا اشي دخل في مخي عن جد هذا يعني انا مبسوطة وشوية زعلانة مبسوطة انه خلص خلصنا السنة انا كنت كتير خايفة عشان مش دارسين اشي ولا اخدنا اشي وكيفنا نقدم من تح النهاي كنت كتير كتير خايفة الحمدلله انه خلص فيش مدرسة اللي ليش زعلانة انا شوية اول اشي هي صف عاشر يعني اولى سنوي كتير كتير مهم عشان تعرفوا اولى سنوي لازم يكون عندكم معلومات انه ندرس عشان ندخل على حادي عشر عشان نقرر يا علم يا ادب يعني هات المرحلة كتير مهمة انه احنا جد انا حاسة حالة مش دارسة اشي ولا عندي ولا معلومات في مخي عن صف عاشر فمشان ما كيف هنقدم الحادي عشر المهم هيك هيصير اشي هنعوضوا واكتر اشي اللي خايفة كمان انه كيف هنحطوا علامات وما عملت اشي بفصل الثاني كيف هنحطوا علامات انا اسمعت مش مد اكتر من هذا الاشي حيحطوا تمانين من مية من فصل الاول وعشرين من مية من فصل الثاني انه علامات الفصل الاول تمانين من مية وعشرين من مية من اللي قدمناه نصفي والتعينات برضو يعني مش عارفة انا انه اكمل حاجيب وهيك فهذا الاكتر اشي خايفة منه فقلتلكم احنا ما في كان عيد في اول يوم العيد المفروض اول يوم العيد فانا صورت فلوغ في اول يوم العيد على اساس عيد بس هي كان حرب فصورت اشي بسيط جدا كنت عنده رسيدو اول يوم عنده رسيدو مع بنات عمتي كنت مصورة هيك اشي بسيط جدا عن جد بسيط جدا ما فيها اشي بس حبيت اورجيكو عشان انا بصورة وهي الفسيخ اش بسموها هذه سيطة تشطاش تشطاش وهلأ هنعمل اندومي مع بنات عمتي شايفين الليلة تعيد الاندومي اللي جبتهم كل منوع غير بس هنعملهم ببهار واحد خلينا نعملهم مع بعض هاي الاندومي كله غير على فكرة السيداب كلوم السيداب بصر اش هذا والمهم غلينا المياه هاي هذا موسيقى 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 وهيك خلصنا ناكل اندومي وخلصنا من ليلة اول يوم من العيد طبعا ما عملنا اشي بس اكلنا اندومي هيك عشان نحس بالاجواء موسيقى 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 هاي معمول العيد موسيقى 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 موسيقى